بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحابته من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طبعا ذكرنا نحن في الحلقات في الحلقة الماضية نماذج من التدبر ومن الإجابة على السؤال هل نحن نصدق الله في كتابه هل نحن نصدق القرآن الكريم عندما يخبرنا لا نستهيم بهذا السؤال لأن الإيمان على الأقل مراتب على الأقل مستوى الإيمان يزيل وينقص التدرج في التصديق بما ذكر الله عز وجل ليس الناس جميعا على منهج واحد وذكرنا نماذج والآن ذكرنا الفرقة الناجية في الحلقة الماضية أيضا اليوم نذكر نماذجنا التدبر أيضا صورة الفاتحة نفسها حتى أسهل على كل الناس لأن ما ليس هناك مسلم الآن لا يعرف صورة الفاتحة فالأذهان التي سبقت لأذهاننا تصرفنا عن معانيها طبعا تعرفونها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من البسملة إلى قوله عز وجل اهدنا صراط المستقيم لماذا قفزت إلى صراط المستقيم لأن مسألة الحمد تفسير الحمد والرحمة وكذا طويلة وقد تأخذ حلقات أخرى لكن تفسير الصراط المستقيم سهل الله عز وجل يقول اهدنا صراط المستقيم ما هو عند سائر الأسف المعلمين في المدارس وكذا يعطونك معنى نفس المعنى يعني يعطونك معنى لا يفيدك ما هو صراط المستقيم يقولون هو الطريق الواضح الذي لعو جاج فيها أو الطريق الواضح البيّن مرة يقولون طريق الإسلام الله عز وجل فسّر في نفس الصورة لم ننتظر الله أن يفسر شوي شوي نتأمنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم لا تقول المؤمنون هكذا استخرجها من القرآن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق هذه الأصناف الأربعة هم الذين أنعم الله عليهم ولا بد من بيانهم من تفسيرهم لأن كلمة الشهداء ليس معناها المقتول مثلا في سبيل الله وإنها معناها القائل بالحق الشاهد الذي يشهد لوجه الله يا أيها الذين آمنوا كنوا شهداء لله وأما شهيد المعركة إنما سمي إلحاقا بهذا المعنى وليس بالعكس بمعنى أن الشهادة في القرآن الكريم هي للذي يقول كلمة الحق لا يخشي لوم تلائم لله يا أيها الذين آمنوا كنوا شهداء لله وقال وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَدَاتِهِمْ قَائِمُونَ هذا بس هذا فرع من تفسير الذين أنعم الله عليهم والذين أنعم الله عليهم هم الأصناف الأربعة النبيين والصدقين والشهداء والصالحين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين أيضا من التدبر العجيب المنتشر أن الضالون هم النصارى آسف اليهود المغضوب عليهم هم اليهود و الضالون هم النصارى بينما هذا المعنى الذي أريد من سائر الناس سواء كانوا متخصصين في العلوم الشرعية أو غيرهم أن يتابعوا طبعا التفسير أو التدبر طويل لو أردت أن أطول في الفاتحة لأنني تدبرتها تقريبا في يعني ربما في سبعين سبعين صفحة لكن كلها آيات يعني لما تأتي للصراط المستقيم تذكر من القرآن الكريم أيضا كل آية ورد فيها الصراط المستقيم هذا إذا أردت أن تتوسع أما إذا أردت من الفاتحة نفسها فالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم؟ له تفسير كما قلنا غير المغضوب عليهم من هم؟ المغضوب عليهم ليس اليهود فقط هم كل من غضب الله عليه في القرآن الكريم والضالون ليس النصارى فقط كل من غضب الله عليه في القرآن الكريم لأن بعض اليهود والنصارى مرضي عنهم في القرآن وغير مغضوب عليهم كما ذكر الله استثناءات ومن أهل الكتاب أمة قائمة إلى آخره يذكر استثناءات إنما المقصود لما نأتي مثلا لهذا المعنى طبعا التدبر في الفاتحة لو طولنا فيه يعني هو لذيذ لكنه طويل يطول و يخرجنا عن المقصود و نحن نريد الاختصار المغضوب عليهم من طوائف من أهل الكتاب ذكر الله فباءوا بغضب يعني ذكر أنهم قل يا أهل الكتاب نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم فباءوا بغضب على غضب كما في سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب هؤلاء مثلا منهم و ذكر أصنافا من أهل الكتاب غضب الله عليهم لكن ألم يذكر أصنافا من المسلمين أيضا غضب الله عليهم إذن فلماذا نخرجهم كقاتل النفس مثلا قاتل النفس و غضب الله عليه و لعنه وأعد له عذابا عظيمة طيب لماذا أخرجنا يعني جعلنا صراط الذين أنعمت عليهم جعلنا أنفسنا نحن المسلمين نحن الذين أنعم الله عليهم والمغضوب عليهم هما اليهود والضالون هما النصارى هذا التقسيم هذا التخريب الثقافي فعله طبعا يحتاج تفصيل من فعله يعني ما أحب أن أقول كلمة شديدة لكن فعله أخلاط من السياسيين وأهل الكتاب والمنافقين والمجرمين والوعاضة البسطاء التفكير جعلوا هذه الأخلاط أو هذه الأخلاط أنتجت ثقافة تسذج كتاب الله تجعل كتاب الله ساذجا لا تغوص في المعنى فعندما نأتي مثلا للصراط المستقيم يعني لأنني استعجلت عليه قليلا الصراط المستقيم في كتاب الله عز وجل من أظهر عندما يعني يسألك أحدهم ما هو الصراط المستقيم المفترض المفترض أن نبحث عن الصراط المستقيم من القرآن الكريم فمثلا من أصدق أو من أبرز البراهين على تفسير الصراط المستقيم ما ذكره الله عز وجل في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وآبطا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان وأوفوا الكيل والميزان أعوذ بالله نشيط الرجيم بالقصط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فهذه الآيات في صورة الأنعام مثلا يستطيع طبعا الباحث يمكن العام يعني الذي لا ما عنده تمكن مثلا ربما ما يعرف الصراط المستقيم فأعطاه الله تفسيرا في الفاتحة نفسه الصراط الذي أنعمت عليه ولكن الباحث يستطيع أن يزيد على هذا التفسير الصراط المستقيم في القرآن أن يبحث وأن يجد هذه الصفات كل من كان من سائر المذاهب على هذه الصفات فهو على صراط مستقيم يعني كل من الذي لا يشرك بالله شيئا ويحسن لوالديه و لا يقتل أولاده من إملاق و يوفي الكيل و الميزان و يكون عادلا و يوفي بعهد الله هذه الصفات هي الصراط المستقيم و هي بالمناسبة بالمناسبة القرآن كتاب فطري يعني كتاب إنساني ليس خاصا بالمسلمين يعني من ظن أنه أنه لنا لا الغرب ربما والشرق يعني الأمم الأخرى غير المسلمين لعلهم مطبقين من هذه الآيات أكثر منا خاصة العدل في القول عليهم تسكية النفس عليهم بخص الناس أشيائهم الرحمة باليتيم يعني كل هذه الأشياء موجودة موجودة عندهم بكثافة فلذلك يعني يجب أن نتنبه لا نغطر يعني لا نغطر بمسألة المسلمين و ما أشبهتها نحن مسلمون و غيرنا كفار و كذا و الكافر في الكتاب الكافر في القرآن و في اللغة لا يسمى كافرا حتى يعلم ثم يجهد هذا موضوع ثاني يحتاج أن نبينه و لا يسمى المسلم مسلما تاما حتى يسلم أيضا يسلم بما قال الله عز وجل فقد يكون هناك مسلم ظاهرا و هو في الباطن كافر و الله أعلم بكفره و قد يكون هناك كافر ظاهرا و هو في الباطن مسلم بالمعارف و العلوم التي يعرفها فلا نتكبر على عباد الله لا على مسلمين و لا على غير مسلمين هذا القرآن ترى الهدى القرآن يريحك من الداخل يعني يريح ضميرك و قلبك بدل ما تنام و أنت ترى أن كل هذه الملايين من البشر في جهنم و تتساءل عن عد الله الله يعطيك و أنت في كرب أنت أتيت بالكرب لنفسك و قال الله عز وجل يعني يعطيك يعطيك الأطمئنان بأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها و أن الله رب العالمين و أن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة هذه المعاني ببركة كتاب الله و عندما نأتي للسيرة النبوية في الحلقات القادمة سنكتشف بأن السيرة النبوية بأن الفئات الاجتماعية الذين كانوا بينهم لم يدركوا هذه المعاني أو كثير منهم لم يدركوا فضيعوا فرطوا في المعرفة فرطوا في التدبر فأنتجوا و هذا مذكور في كتاب الله و واضح العتابات للفئات الاجتماعية الموجودة في عهد النبي عليه الصلاة و السلام طبعا بالتأكيد لا يوجد تعميم هناك ثنى على من يؤمنون و يتبعون لكن الواقع النبوي كان هناك عدم تدبر و عدم طاعة و عدم يقين بكثير من الأمور و هذه فالمرض قديم المرض الذي يصيبنا اليوم موجود عالجه القرآن حاول النبي عليه الصلاة و السلام أن يبين ذكرهم و كانت تفلت النفاق في آخر العهد النبوي هو أكثر من النفاق في أول النبوة النفاق في آخر العهد النبوي كان كثيرا بدلالة أن الصور المدنية كالتوبة و المائدة المائدة هي آخر صورة سنبدأ بها في الحلقة القادمة تلحظ العتب الشديد على الناس هي عتب شديد في آخر عهد النبي عليه الصلاة و السلام في صورة المائدة في صورة التوبة سموها المنقبة كالت أن لا تبقية أحدا ثم إن شاء الله في الحلقات القادمة نبدأ في معا في سيرة النبي الأكرم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة